اهلا بكم مشاهدينا من جديد نبدأ كالمعتاد من الشأن المحلي حيث أعلن وزير صناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني عن تدشين خدمة ترخيص نشاط السيارات المتجولة لبيع الأغذية وإطلاق خدمة نشاط حاضنات ومسرعات نمو الأعمال والمندرج تحت الأنشطة الإدارية وأنشطة الدعم للمكاتب ضمن بوابة النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة سجلات وقد أكد الزياني أن الخدمات الجديدة تأتي ضمن الدعم وتوجيهات الحكومة الموقرة وأحلط الوزارة على استحداث الأنشطة التي من شأنها تطوير بيئة ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني إضافة إلى دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد ويهدف نشاط الحاضنات إلى فتح أفاق الاستثمار في قطاع مسرعات نمو الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب وأيضا جذب رأس المال الأجنبي للمؤسسات الناشئة والصغيرة اللي يميز هذا النشاط أن الآن أصبح بإمكان هذه المطاعم تحصل على ترخيص وسجل تجاري بحد ذاتها كمطعم متنقل وليس بارتباطها بموقع ثابت كما كان الحال عليه سابقا وهذه بهيئة فرصة لرواد الأعمال المستثمرين اللي يحبون يدخلون في مجال الأغذية والأطعمة أن يقلل عليهم حجم الاستثمار ويسحل عليهم أن يبتدون من شيء صغير ويكبرون النشاط الثاني اللي أطلقناه هو نشاط الحاضنات والمسرعات الأعمال وهذه نشاط حيوي نحتاجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والإبداع في الأفكار والمشاريع المستحدثة وفي خبر آخر يأمل مجلس التنمية الاقتصادية في ارتفاع عدد الشركات التي سيستقطبها المجلس خلال العام الجاري إلى 60 شركة بزيادة نسبتها 50% عن العام الماضي وتوقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن يفوق حجم الاستثمارات حاجز 280 مليون دولار التي استقطبها المجلس في العام الماضي وقد أوضح الرميحي أن دور المجلس لا يقتصر على استقطاب الشركات من الخارج فحسب بل يمتد لمتابعة الشركات التي تم استقطابها عبر فرق مختلفة بحسب القطاعات من أجل تشجيعهم على توسيع نشاطهم والتباحث والتشاور معهم لمعرفة احتياجاتهم وخططهم التوسعية وقد لفت الرميحي إلى أن مجلس التنمية يقوم بالتركيز على القطاعات الخمسة المستهدفة والتي تشمل تقنية المعلومات والسياحة والصناعة والخدمات المالية والآن المشاهدين نترككم مع أسعار صرف دينان البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة مشاهدين من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث أغلقت أسواق السعودية والكويت ودبي على تراجع تراوحها ما بين 0.1% و0.4% في حين سجلت سوقي أبوظبي وقطر ارتفاعات طفيفة مدعومة طبعاً من شاط أسهم قطاعات الصناعة والتأمين أما بالنسبة مشاهدين لأداء بورصة البحرين فقد أقفل معشر العام من مستوى 1382 بارتفاع نسبة 0.30% مقارنة بإقفاله يوم الأحد وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف سهم بقيمة تجاوزت مليون دينار تم تنفيذها من خلال 85 صفقة وقد ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهم المتداولة 879 ألف دينار أيما نسبته 77% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ترجمة نانسي قنقر